موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم والبداية بالعناوين موسيقى المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن تعقد أولى جلسات محاكمة قادة الانقلاب على الشرعية الدستورية موسيقى الجيش الوطني يحقق انتصارات كبيرة بجبهة سرواح بمحافظة مأرب ويكبد الميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة موسيقى طيران التحالف يستهدف آليات وأطقم عسكرية للحثيين بمحافظتي صعدة والجوف موسيقى وفي أخبارنا المحلية تتابعون أيضا موسيقى محافظ عدن يوجه بصرف ثمانين مليون ريال للحساب المشترك لدعم مرتبات صندوق النظافة موسيقى ومحافظ لحج يناقش تقارير لجان تقويم الموارد المالية المحلية للمديريات بمحافظة لحج موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل لبحث آفاق التعاون والتنسيق لعدد من القضايا ذات الاهتمام والمصالح المشتركة وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات وجرى خلال اللقاء مناقشة مستقدات الأوضاع للساحة الوطنية والجهود والتحركات الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن وموقف الحكومة الشرعية في التعاطي الإيجابي مع هذه التحركات على إثر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهديئة وأشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار التصعيد من قبل مليشيا الحوثي الإنقلابية على مختلف الجبهات وخروقاتها المستمر تتنافى مع دعوات التهديئة وجهود السلام وتخدم المشروع الإيراني التدميري وتعبر عن طبيعة هذه المليشيا التي لا تعبأ بالإنسان اليمني أو بمعاناته وأضاف بأن ما شاهدناه خلال الأيام الماضية من تجنيد الأطفال ودفعهم للجبهات وللموت أمر محزن وتنافى مع مبادئ الإنسان السكنة والثوابت والقوانين الإنسانية وقدد رئيس الوزراء ترحيب الحكومة بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة ودعوة مبعوثه الخاص إلى اليمن لعقد اجتماع عاجل لمناقشة وقف إطلاق النار لمواجهة تداعيات الجائحة العالمية كورونا المستجد كوفيد-19 ونوها بالتزامها بتوجهات من فخامة رئيس الجمهورية على تعزيز مسار السلام الجاد والعادل الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المتفق عليها وفي مقدمتها القرار 22-16 واستعرض الاجتماع جهود الحكومة الاحترازية والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا والتداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة هو ما تستدعيه المرحلة من مسؤولية وحرص مضاعف لمواجهة التحديات وخطورة وصول الوباء إلى اليمن في ظل ضعف الإمكانيات والبنية التحتية إثر الحرب التي تسبب بها الإنقلاب الحوثي وتأثيرها على كافة القطاعات خصوصاً القطاع الصحي والاقتصادي وحمل رئيس الوزراء السفير الأمريكي تعازي اليمن ومواساته للقيادة والشعب الأمريكي في ضحايا وباء كورونا من أوها بقدرة الولايات المتحدة في مكافحة هذه الجائحة العالمية وتجاوزها ومتمنياً إشفاء العاجل للمرضى ومن جانبه أكد السفير على دعم الولايات المتحدة لدعوات التهدئة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة وأكد على استمرار الدعم للحكومة اليمنية في مختلف المجالات بحث وزير الخارجية محمد الحضرمي في اتصال نهاتفين مع وزير الدولة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال الأفريقية سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات واستعرض الوزير الحضرمي آخر المستقدات في عملية السلام بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار لمواقهة مخاطر انتشار فيروس كورونا القديد واستمرار تصعيد وانتهاكات الحوثيين المهدد لعملية السلام وكذلك استعراض مع وقاءة تنفيذ اتفاق الرياض وثمن الوزير الحضرمي الدعم الكبير المقدم من المملكة المتحدة لليمن بما في ذلك المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة والدور الإيجابي في دعم الحكومة الشرعية وعملية السلام كونها الدولة حاملة القلم للملف اليمني في مجلس الأمن وأعرب الحضرمي عن تغدير اليمن الكبير لاهتمام الأصدقاء في المملكة المتحدة ودعمهم لليمن واليمنيين في ظل التخديات والمخاطر الجزيمة التي ويها العالم بأسر حاليا قرى انتشار وباء كورونا القديد ومن جانبه عبر وزير الدولة البريطانية عن دعم بلاده للحكومة الشرعية ولمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار لمواقهة خطر انتشار فيروس كورونا والوصول إلى اتفاق سلام شامل في اليمن معربا عن دعمه لجهود المبعوث الأممي مارتين جريفتش متمنيا أن تكلل جهوده الحالية بالنجاح من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني دعا معمر الإرياني المواطنين في مناطق سيطرة المليشي الحوثية لمواجهة المشروع الإيراني وأداته الحوثية والانتصار لتاريخ اليمن وعزة وكرامة اليمنيين وأوضح وزير الإعلام أن قادة الملالي في إيران يتحدثون بمنتهى الوضوح عن أدواتهم في المنطقة ومنها مرتزقتهم في اليمن وعن تصدير مشروعهم ومخططهم التوسعي في المنطقة ووقوفهم خلف الهجمات الإرهابية التي تطال المملكة ومنها سهداب مشآة أرامكو وحركات التجارة الدولية ثم يأتي من يشكك في دور إيران وتبعية المليشي الحوثية ووجه الإرياني الدعوة إلى أبناء الوطن في مناطق سيطرة المليشي الحوثية وقال أنتم مطالبون اليوم بإدراك طبيعة المعركة وخطورة المرحلة في مواجهة المشروع التوسع الإيراني وطالب الإرياني لمجتمع الدول الذي تنصل من التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وظل يدير ظهره للسياسات التخريبية لنظام إيران في اليمن والمنطقة ومساعيه للسيطرة على مضيق باب المندب والبحر الأحمر وبحر العرب بهدف ابتجاز العالم بموقف جدي وحازم لمساندة الحكومة اليمنية لاستعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي وهي فضل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية الانقلاب على المؤسسات الدستورية في القضية رغم 165 جرائم جسيمة والبالق عددهم 32 شخصا كمرحلة أولى وفي الجلسة تلى رئيس النيابة الجزائية المتخصة القاضي محمد علي صالح قرار الاتهام الموجه إلى كل من عبد الملك بدر الدين أمير الدين الحوثي قائد الانقلاب محمد علي عبد الكريم أمير الدين الحوثي قيادي في الانقلاب عبد الله يحيى الحاكم الملقب أبي علي الحاكم قيادي مهدي صالح المشاط قيادي عبد الخالق بدر الدين أمير الدين الحوثي قيادي عسكري في الانقلاب عبد الكريم أمير الدين الحوثي قيادي يحيى محمد الشامي نائب قائد الإنقلاب زكريا يحيى محمد الشامي قيادي محمد صالح الحمزي قيادي محمد ناصر العاطفي قيادي قيادي عسكري يوسف عبد الله حسين الفيشي قيادي عبد القادر قاسم أحمد الشامي قيادي عبد الرب صالح أحمد جرفان قيادي صالح مصفر الشاعر قيادي طاها أحمد المتوكل قيادي يحيى بدر الدين أمير الدين الحوثي قيادي محمد عبد الكريم الغماري عسكري نايف أبو خرفشة قيادي عبدالإله محمد حجر قيادي حسين حمود العزي قيادي أحمد محمد يحيى حامد قيادي سليم محمد نعمان المغلس قيادي عبدالحكيم هاشم الخيواني قيادي عبدالعزيز محمد أحمد الحمزي قيادي مبارك المشن الزايدي قيادي علي بن علي القحوم قيادي ضيف الله قاسم الشامي قيادي محمد ناصر البخيتي قيادي يوسف حسن اسماعيل المداني قيادي حسين عبدالله المقبولي قيادي محمد عبدالقادر الجنيد قيادي عبدالعزيز بن حبتور رئيس ما يسمى بحكومة الانقلاب وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين من واحد الى واحد وثلاثين مجتمعين ومنفردين مع آخرين ارتكاب فعلا مجرما قانونا بقصد المساس باستقلال الجمهورية ووحدة وسلامة أراضيها واجروا اتفاقات واجراء اتفاقات وبناء علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران من شأنها اخضاع الجمهورية اليمنية لسلطة تلك الدولة والانتقاص من سيادة الدولة واستقلال قرارها وإثارة حروب أهلية من شأنها إحداث ضعف وانقسام يهدد الدولة في وحدتها وسلامة أراضيها كما اتهمت النيابة المذكورين بارتكاب جريمة الانقلاب المسلح على نظام الحكم الجمهوري بأن عقدوا العزمة وبيتوا النية على الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية من خلال يقاف العمل ببعض نصوص الدستور وأصدار ما أسموه بالإعلان الدستوري وتغيير تشكيل السلطة التنفيذية والقضائية وحل البرلمان ومنعه من مباشرة سلطاته الدستورية وتمكن ما يسمى باللقنة التورية بقيادة المتهم الثاني محمد علي الحوثي من قيادة البلاد ولتنفيذ قرضهم الإجرامي في احتلال المباني ومؤسسات الدولة ذات النفع العام والمخصصة للمصالح العكومية والإذاعية والتلفزيونية ووزارتي الداخلية والدفاع وأجزتها التابعة لها واحتلال المعسكرات والاستيلاء على المعدات العسكرية فيها واتهمت النيابة المذكورين بالاشتراك مع المليشيا المسلحة وحدات من القوات المسلحة والأمن المنشقة عن القوات المسلحة اليمنية في محاصرة رئيس الجمهورية ورئيس حكومته في القصر الجمهوري وفرض الإقامة الجبرية عليهم أو عليهما مع بعض نوابه ووزرائه والتي استمرت لعدة أيام حتى تمكنوا من المغادرة والإفلات منهم قبل أن يقوموا بمهاجمة قصر المعاشيق في محافظة عدن بغرض قتل رئيس الجمهورية عمدا وعدوانا عن طريق القصف الجوي إلى جانب قيامهم باختطاف وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي واللواء فيسر ريب واللواء ناصر منصور هادي واختطاف عدد من السياسيين والنشطاء ونهب مبالغ مالية مملكة للدولة عن طريق نظام السحب على المكشوف كما اتهمت النيابة المتهم الأول منفردا بالاشتراك مع آخرين في تشكيل نظام ميليشاوي مسلح غير مصرح به قانونا له صلاة مباشرة بنظام ولاية الفقيه في إيران وتزعمه لعصابة مسلحة تلقى معظم قياداتها التدريب على أيدي خبراء تابعي للحرس التوري في إيران وحزب اللاب في لبنان ووجهت النيابة للمتهم الثاني والثلاثين وهو عبد العزيز صالح بن حبتور بالاشتراك مع الانقلابيين في تشكيل مزعوم للحكومة وترأسها وتسخيرها في خدمة وتحقيق أهداف الميليشاة الانقلابية التي قامت بارتكاب الجرائم المشارئ إليها سلفا وبعد الاستماع لقرار الاتهام بحضور مراسل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة قررت المحكمة إعلان المتهمين وإلزام محضور القلسة القادمة لمقرر انعقادها بتاريخ التاسع من شوال 1441 هجرية الموافق الأول من يوليو 2020 أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الرخن عبد المقلي إن أبطال الجيش الوطني بإسناد رجال القبائل وطيران التحالف العربي حققوا انتصارات كبيرة وتقدما غير مجريات المعركة على الأرض في جبهة سرواح غرب محافظة مأرب وقال العميد المقلي أن الجيش الوطني تمكن من تحرير العديد من المواقع المهمة والمرتفاعة الجبلية في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجي ومنها مواقع القناص وعدد من اتباب المحيطة بجبل الخطاب وجبل المهتدي وأضاف مقلي أن الميليشيا الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران تكبدت خسائر كبيرة في المعدات والأرواح فضلا عن القبض على العديد من عناصرها واستعادت أسلحة متنوعة خلفتها الميليشيا في جبال هيلان وأشهد الناطق الرسمي للقوات المسلحة بالروح المعنوية العالية والجاهزية القتالية والملحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش الوطني ورقال المقاومة الشعبية من القبائل ورقال اليمن الأحرار الذين كان لهم دورا كبيرا في تحقيق الانتصارات والمكاسب على الأرض وثمن العميد مقلي دور قوات التحالف العربي داعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية مشهيدا بدور طيران التحالف وأزناده القوي للجيش لكسب هذه المعركة المهمة استهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتقمعات لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في مدرية الصفراء بمحافظة صعدة حيث استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي كانت في طريقها لجبهات المليشيا وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وتدمير آليات وأطقم عدة كما شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت تعزيزات وآليات تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية شرق محافظة الجوف وقال مصدر الميداني أن مقاتلات التحالف شنت أكثر من تسع غارات استهدفت تعزيزات حوثية في جبهة الندر شرق مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف ما أدى إلى تدميرها الآليات العسكرية ومصرع جمين من كانوا على متنها دمرت قوات الجيش الوطني مواقع وتحركات لمليشيا الانقلاب الحوثي في الجبهة الغربية لمحافظة مارب وقالت مصادر محلية أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع وتقمعات وتعزيزات تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة هيلان غرب المحافظة وأضافت المصادر أن الغصف أسفر عن تدمير ثلاث عربات وعدد من الآليات القتالية الأخرى منها أطقم كانت تحمل تعزيزات بشرية للمليشيا الانقلابية ومقتل جميع من كانوا على متنها وكانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت في وقت سابق أن استعدت عدة مواقع من قبضة الحوثيين في ميمنة وميسرة وقلب جبهة هيلان والتي تعد من أهم المواقع في سلسلة جبال هيلان الاستراتيجية أفادت مصادر عسكرية عن تقدد الاشتباكات العنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين القوات المشتركة والمليشيا الحوثية في جبهة تورصا بمدنية الأزار غرب محافظة الضالع وقالت المصادر أن وحدات من القوات المشتركة خاضت معارك شرسة وعنفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة الرشاشة مع المليشيا الحوثية المدعومة من إيران والتي شنت هجوما واسع النطاق على مواقع القوات المشتركة في كل من الشقفاء والفراشة وأكدت المصادر أن الهجوم أسفر عن تكبيد المليشيا الحوثية الانقلابية خسائر فادحة في العتاد العسكري والأرواح نفذ أبطال التشكيل البحري بالمنطقة العسكرية الخامسة عملية إغارة ناجحة في عمق مناطق مليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من منطقة اللحية بمحافظة الحديدة وقال مصدر العسكريون أن قوات التشكيل البحري نفذت عملية بعد ورود أنباء وجود زورق تابع لمليشيا الحوثي الانقلابية بالقرب من جزيرة حمر التابعة لمدرية اللحية وتمكنت من الاستيلاء على الزورق وقتل ثلاثة ممن كانوا على متنه أسر رابع وأوضح أن القتل هم عبد الرحمن عبد الله معروف وعبد الله الأهدل والقياد المدعو أبو عقيل أفادت مصادر محلية عن احتراق منزل أحد النازحين في مدرية حيس بمحافظة الحديدة يرى غصف حوثي وعفادت المصادر أن منزل المواطن عبد الصالح علي خضيري قد احترق كاملا بقذيفة حوثية في قرية العكش بمدينة حيس وسبق للمواطن أن نزح وأسرته من قرية بيت الخضيري الواقع تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية وقبله بساعات تعرض منزل المواطن فؤاد قبيقب لأضرار النجمات عن سقوط قذيفة أر بي جي أطلقتها الميليشيا الانقلابية على حياء مدينة حيس هذا وتصعد الميليشيا الحوثية من استهدافها للمدنيين بعد فشل عمليات تسلل واعتداءات على مواقع عسكرية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي ناقشت لجنة الطوارئ في سفارة بلادنا لدى جمهورية مصر العربية برئاسة السفيرة الدكتور محمد علي بارم ناقشت أوضاع الجالية اليمنية في مصر والإجراءات المتخذة من قبل السفارة ولجنة الطوارئ في مواقعة انتشار وباء كورونا واستعرض أعضاء اللجنة ما تم القيام به خلال الفترة الماضية من متابعة لأحوال الجالية اليمنية والحالات المشتبة إصابتها بالفيروس وتوعية أبناء الجالية بكيفية التعامل مع الفيروس والاحتياطات الواجب اتباعها للوقاية منه وشدد السفير مارم على ضرورة استمرار عمليات المتابعة والتوعية لاتباع كافة التعليمات الصادرة عن بلد الاعتماد في هذا الجانب منوها باستمرار السفارة في تقديم الخدمات العاجلة لمواطن بلادنا في جمهورية مصر العربية واستقبال الشكاوى والبلاغات من أبناء الجالية من خلال مسؤولي القنصلية والملحقيات الفنية المتخصة بالسفارة مثمنا الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة هذا الوباء العالمي الذي بات حما يقلق حكومات العالم بأسره أخبارنا المحلية ومشاهد الكرام تابعونها بعد الفاصل وجه محافظ العاصمة الموقتة عدن أحمد سالم ربيع علي بثمانين مليون ريال يمني للحساب المشترك لدعم مرتبات العاملين بصندوق النظافة والتحسين وذلك من حساب المحافظة هو قال المحافظ خلال زيارته لصندوق النظافة ولقائه مدير الشؤون الإدارية بالصندوق فهيم عبد الله قال إن هذا الدعم يأتي في ظل شحة الإيرادات والموارد المالية المتعلقة بالصندوق وأضاف أن الصندوق وفي ظل هذه الظروف الصعبة لن يستطيع اعداء مهامه بشكل كامل ما لم يتم انتشاله من وضعه الحالي في ظل انعدام الموارد وأتهالك المعدات وأرجع لمحافظة الأسباب في تلك الإشكالية إلى ارتفاع مرتبات العاملين بالصندوق مع ثبات الأوعية وشحة الإيرادات وأشار المحافظ سالمين إلى أن الصندوق يقوم بجهود مضاعفة في ظل ازديار عدد السكان في المحافظة النتيجة للنزوح من محافظات أخرى قراء الحرب الأمر الذي يتطلب زيادة في المعدات وزيادة في الورديات كما نوها إلى أهم أسباب ثبات الأوعية وشحة وتوقف بعض حصص الصندوق في الإيرادات المؤسية والناقح عزوف كبار التجار والمؤسسات الحكومية عن سداد فواتير الكهرباء بالإضافة إلى حصته في إيرادات المشتقات النفطية منذ العام 2017 ناقش اجتماع عقدة بمحافظة لاحق برأسة محافظة المحافظة قائد اللواء 17 مشاهب المحافظة اللواء الركن أحمد عبدالله تركي تقارير لجان تقييم الموارد المالية المحلية لمدينيات يافع ويهر والمفلح والحد وردفان وحبيل جبر وحالمين والملاح بالمحافظة واستعرض الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة عوض الصلاحي ووكلاء المحافظة رؤساء الليجان صلاح الداودي ومحمد شكري والدكتور أحمد إبراهيم والمدير العام لشرطة المحافظة العامي دركن الصالح القنيدي سبل تنشيط الأوعية المالية ومحاورها لكل مديرية وشدد محافظ محافظة لاحق على المديرين العامين لمديريات المحافظة تفعيل الجانب الإيرادي وفقا لمخططات الربط السنوية لمديرياتهم لينعكس ذلك إيجابا على تنميتها ونهضة مستوى مشاريع الخدمات المقدمة لمواطنها من سلطات مديرياتها المحلية وقرر الاجتماع تشكيل لقناه من مكتب وزارة المالية والشؤول القانونية والإدارة العامة للموارد المالية والإدارة التخطيط والتنمية والمالية لمتابعة سير الأداء العملي للمديرين العامين للمديريات وانعاش دور الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات التقى محافظ محافظة أبيان اللوار ركن أبو بكر حسين سالم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة ونقش اللقاء عددا من المواضيع المتعلقة بضبط الأسعار واتخاذ الإقراءات القانونية بحق أصحاب المحلات التجارية والذين يستغلون إنشغال المجتمع بوباء كورونا وشدد المحافظ أن يقوم مكتب الصناعة والتجارة بالنزول المتواصل لضبط الأسعار وعدم تجاوز السعر القانوني كما وجه المحافظ بتوفير الكميات اللازمة من الغاز المنزلي في مركز المحافظة والمديريات وتجاوز أي اختناقات وتوفير جميع السلع الغذائية خصوصا ورمضان على الأبواب كما وجه المحافظ بضبط عملية أسعار المواد البترولية وفقا وما حدثته الحكومة ناقش محافظ محافظة أبيان الوار ركن أبو بكر حسين سالم مع مدير عام مؤسسة كهرباء أبيان محمود مكيش ناقش عددا من المواضيع المتعلقة بتحسين لأداء وتعزيز عمل الصيانة الدورية لخطوط النغل الكهربائي في مركز المحافظة والمديريات وتوعية المواطنين بأهمية السداد لفواتير الكهرباء لتطوير نشاط المؤسسة ومن جانبه يشارى مدير عام مؤسسة كهرباء أبيان أنه تم الالتزام بتوريد الخمسة عشر ميجا للتسريع في عملية التشغيل خلال فترة وجيزة تصل إلى شهر اللافتة أنه بدخولها سوف يكون هناك تعزيز للطاقة التوليدية سيحد من الانتفاءات في فصل الصيف إلى ذلك قال المدير مشروع محطة 30 ميجا لمهندس أحمد دحا أنه وثائق فارق السعر وثلاث محطات تحويل وتصريف الطاقة تم طرحها على رئيس ميجلس الوزراء مطالبا سرعة استكمال الإقراءات ووقت وتوقيع العقد مع الشركات المختصة التي رست عليها المناقصات وأكدا أن الاعتمادات موجودة لاستكمال تنفيذ المشروع الاستراتيجي لمحطة كهرباء 30 ميجا ناقش محافظ محافظة أبيان الواركن أبو بقر حسين مع الأمين العام لاتحاد نساء اليمن بأبيان الأستاذة عديلة الخضر للأنشطة والبرامج التي ينفذها الاتحاد بالتسريع مع المنظمات والاستعدادات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة حقب زوال جائحة فيروس كورونا وأكد المحافظ بأهمية الاحتفال بيوم المرأة وأنه يوم إغراء لحقوق المرأة التي تعد ركن أساسي من أركان الأسرة بها يبنى المجتمع ودلالة على احترامها وتقدير الإنجازاتها في مختلف الغطاعات وشهد المحافظ بصمود المرأة مع الرجل في ظل هذه الظروف والمنعطفات التي تعيشها البلاد ووقوفها جنبا إلى جنب في جميع مناحي الحياة ومن جانبها أكدت الأستاذة عديد الخضر أن اهتمام المحافظ بإقامة الاحتفال بيوم المرأة العالمي دليل على دعمه لنساء المحافظة أبيان والاتحاد نساء اليمن معربة عن سعادتها البالغة في تعاون المحافظ مع الاتحاد في تبني قضية إخلاء مبنى اتحاد نساء اليمن بجنقبار رأس محافظ محافظة أبيان الواركن أبو بكر حسين سالم اجتماعا ضمى مدراء الزراع والري والطرق والجسور لمناقشة ما خلفته مياه الأمطار والسيول الجارفة التي تضررت منها عدد من مناطق ومديريات المحافظة مزيدان من التفاصيل في سياق التغرير التالي مع الزميل ردفان عمر كميات سيول الغزيرة الجارفة بارتفاع 4 إلى 2 متر وتدفق 1500 إلى 4000 متر في الثانية في مدرية المحافظة ودلت أبيان وحسان وأحور وما سببته من أضرار كبيرة في السدود والعقم والأعبار والماشية والنحل كانت جميعها رؤوس أقلام وتفاصيل تضمنتها تقارير وضعت ونقشت على طاولة الاجتماع الذي دعا له بصورة عاجلة ورأسه محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم في الاجتماع الذي حضره مستشار المحافظة للشؤون الزراعية الشيخ حيدر دحة والمستشار عبد الناصر يحيى اليزيدي ومدراء عموم الزراعة والطرق والجسور ووحدة الري استعرض مدير عن مكتب الزراعة الدكتور حسين الهيثم الفضلي تقرير لخص خلاله ما تسببت به من أضرار بعد عمليات سقوط الأمطار وتدفق السيول الجارفة على مديرية المحافظة ومناطق الدلتا ووادي حسان وأحور اتعرضت محافظة أبيان لسيول جارفة في الفترة في 23 مارس لهذا العام وستمرت إلى 28 من هذا الشهر طبعا السيول كانت جارفة وتدفقها كان كبير وتدفقها كان من 1500 متر إلى 400 ألف متر من مكعب الثاني هذه السيول عمّت جميع مديريات محافظة أبيان ارتداء من زيدبار الخنفة بمتالي بيجان وصد وصباح كما قدم مدير وحدة الرئي الأخ عبدالله طبيق تقرير مفصل حول ما تسببت به الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة من تصدع في السدود وأنهيارات في العقامة المائية مدير فرع الهيئة العامة للطرق والجسور بالمحافظة استعرض في تقريره أمام المحافظ حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا القطاع الحيوي الهام وبعد مناقشات مستفيذة لجملة التقارير المقدمة لفت الأخ المحافظ إلى أهمية شمول التقارير كافة الأضرار التي لحقت بالمنشئات المائية والطرقات وممتلكات المزارعين والمواطنين بمختلف مديرية المحافظة الـ 11 دون استثناء مؤكدا سعيه لمتابعة ما ستحمله التقارير المستوفة مع الحكومة في اجتماعها القادم هذا وتأمل قيادة المحافظة والقيادات الزراعية كما ويأمل المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية في أبيان من استجابة الحكومة للمطالب العجلة المقدمة لاجتماع الحكومة وأن تحظى المحافظة من دعم الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي المخصص لمعالجة أضرار ما تسببت به الأمطار والسيول في أبيان والمحافظات اليمنية ردفان عمر قناة عدن الفضائية محافظة أبيان شهد محافظ حضر بوت قائد المنطقة العسكرية الثانية لوارك الفرق بن سالمين البحسني حفلة تخرج الدفع الأولى من طلاب كلية الشرطة بحضر موت للعام الجامعي 2019-2020 وفي الحفلة الذي أقيم بساحة العرض بالكلية بمنطقة الريان بمدينة المقلة ألقى المحافظة البحسني كلمة أعرب فيها عن عظيم السعادة بتخرج الدفع الأولى من كلية الشرطة بحضر موت بعد إكمال إعدادهم كضباط شرطة يحملون الشهادة والمعارف العلمية والعملية في القانون وعلوم الشرطة بما يؤهلهم لأداء مهامهم الوطنية بكفاءة واقتدار ومن جانبه أعرب مدير الكلية عن سعادته بتخرج الدفع الأولى من الكلية متسلحين بعلوم المعرفة والتدريب والانضباط ليسهموا في حفظ الأمن والاستقرار مشيرا إلى سعي الكلية بأن يكون هذا التخرج نقطة انطلاق نحو تطوير الكلية وأدى الخريجون أمام المحافظ والضيوف عرضا عسكريا مهيبا عكسوا خلاله ما تلقوه من معارف وتدريبات وانضباط وقام المحافظ في اختام الحفل بتكريم الطلاب الأوائل بشهادات التمييز والتفوق وجه محافظة تعز نبيل شمسان بإنشاء محطة للغاز وأعداد الدراسات الفنية لصيانة طريق الضباب والمنعم جبل حبشي وتكمل الترصف طريق البريه المنعم بمديرية جبل حبشي غرب المدينة وخلال زيارته التفقدية ومعه رئيس محكمة الاستيناف بالمحافظة القاضي أحمد الحمودي ووكيلة المحافظة عارف جامل والمهندس مهيب الحكيمي طلع المحافظة على مجمل الأوضاع الخدمية في قطاعات الطرق والتعليم وسبل معيشة المواطنين وإمكانيات الغطاع الصحي موجها بإعداد دراسة ترفيع المركز الصحي مركز محمد الدرة إلى مستشفى ريفي والعرض للجهات المختصة نظرا لأهمية المركز وما يقدمه من خدمات طبية لكثير من العزل أو لكثير من العزل والقرى في مدينة جبل حبشي ومحيطها وأكد المحافظة أنه سيتم إنشاء محطة الغاز بمنطقة الضباب مفرغ جبل حبشي مشيرا لأنه كلف الوكيل المساعد لشؤون الفنية هو مدير شركة الغاز ومدير الأوقاف ومدير مديرية جبل حبشي للقيام بإعداد الدراسات ومسح المكان وتعويض المالكي للبدء بإنشاء المحطة دشنا محافظة محافظة أرخبيل سغطرة رمزي محروس وقاءة قوات الواجب بالمحافظة العميد عبد الرحمن الحقي دشان استلام مركبة إطفاء وسيارة إسعاف لمطار سغطرة دولي وباصي النغل مقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن وفي التدشين عبر محروس عن شكره لعطاء الأشقاء في المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا على ما تقدمه من دعم لهذه المحافظة في مختلف المجالات وأكد محروس أن هذا الدعم الذي سبقه عدد من التدشينات لمشاريع بنا تحتية في مختلف المجالات كما سيكون رافدا نوعيا وإضافة طيبة للتحسين من الخدمات سواء على مستوى الدفاع المدني أو الطبي والنقل في المحافظة ومن جانبه أكد قائد قوات الواجب السعودي العميد الحقي أن هذا الدعم يأتي وفق توقيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده في دعم ومساندة الأشقاء في الجمهورية اليمنية عموما ومحافظة أرخم السغطرة على وجه الخصوص وأشار الحقي أن هناك عدد من المشاريع سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة سواء عبر البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن أو مركز الملك سلمان دشن محافظ محافظة شبوه محمد صالح بن عديو في إدارة شرطة السعير بالمحافظة عملية ترغيم مختلف أنواع المركبات وأصدار الرخص الإلكترونية الخاصة بها وأكد المحافظ على أحمية عملية ترغيم السيارات وتوفير قاعدة بيانات شاملة وكاملة عنها وتسيل معرفة نوعيتها وتحديد مالكها موجها بمنح مالك السيارات المجهولة مهلت ثلاثة أشهر لترغيم سياراتهم أو القيام بحقزها ومنعها من الحركة أنهائيا وكان المحافظ قد تفقد مستوى سير العمل بإدارة شرطة السعير بالمحافظة مشهيدا بالخدمات المرورية المقدمة للمواطنين منوها بالتقنية والآلية الحديثة التي تعمل بها مؤكدا أهميتها في تنظيم وتطوير عملها الإداري دشن محافظ محافظة مأرب ألوى سلطان بن علي العرادة موقع إذاعة مأرب الرسمي على شبكة الإنترنت وافتتح مشاريع وتجهيزات فنية حديثة بتكلفة 57 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالتزامن مع الدكرة السابعة لتأسيس إذاعة مأرب المحلية مزيد من التفاصيل في تغيير الزميل محمد سالم القداسي تمثل إذاعة مأرب المحلية نغلة النوعية في الإعلام المحلي منذ تأسيسها في الأول من إبريل عام 2013 ميلاديا على يد الشهيد عبد الكريم موثنى في هذا السياق قام محافظ محافظة مأرب الوصلة العرادة بإستاح المبنى الإضافية لإذاعة مأرب المحلية مع التجهيزات الفنية بتكلفة إجمالية 57 مليون ريال على نفقة السلطة المحلية طاف محافظة المحافظة باستجوهات ومرافق الإذاعة وأشهدها بالدور الرياضي لإذاعة مأرب المحلية والقهود مبدولة من قبل غير الإذاعة وطاقم إذاعة مأرب المحلية من خلال برامة جنوعية ومتميزة أكد المحافظة على أهمية دور الإعلام المحلي في مواكبة الأحداث والمرحلة الحالية وأسناد الجيش الوطني ودع حظة شائعات الميليشيات الإنقلابية وفي البداية نترحم على مؤسس هذه الإذاعة الشهيد عبد الكريم مثلنا الذي ضحى بروحه وزميله كذلك عبد الله القادري وزملائهم من الجرحة الذي نسأل الله أن يعطيهم العافية وههم الآن لا زالوا يؤدون دورهم بيننا رغم الجراح كما أود في البداية أن أشكر طاقم الإذاعة بدءا بمديرها الأستاذ علي الحواني ومرورا بكل طاقم الإذاعة الذين يقومون بأدوار كبيرة وبالمناسبة وهانئكم جميعا بحلول الذكرى السابعة لتأسيس هذه الإذاعة المباركة ونشكر لكم مثابرتكم وجهودكم وحرصكم على تطوير الإذاعة وعملها من خلال تنويع البرامج وتوسيع النطاق البث أيضا وصارت بفضل الله وثم بجهودكم منبر للتوعية والتثقيف على مستوى الحقيقة نقول لكم أننا راضين عنها تماما وإن شاء الله يتطور أكثر وهوسع وأصبحت أيضا جزء من التوجيه المعنوي على مستوى الوطن وهذا مهم جدا فيما شرى مدير عامل إذاعة الحواني إلى أهمية ودور إذاعة مارب محلية في المجالات الثقافية والاجتماعية والتوعية لعامة الناس نحتفل اليوم بالذكرى السابعة لانطلاق البث الرسمي لإذاعة مارب وفي هذه المناسبة أولا نبارك لزملائي طاقم إذاعة مارب ونشكرهم على كل ما قاموا به من جهود ولولا تمسكم ولولا انسجام هذا الطاقم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه حقيقة انطلقت إذاعة مارب في العام 2013 بقيادة مؤسسها الشهيد عبد الكريم متنى رحمة الله عليه حقيقة استطاع هذا الرجل أن يوجد مؤسسة إعلامية فريدة من نوعها هي إذاعة مارب التي أصبحت اليوم إذاعة وطنية تحاكي كل الوطنيين تحاكي كل اليمنيين حقيقة كما نشكر محافظ محافظة مارب الذي لم يألو جهدا في دعم إذاعة مارب بكل معاني الدعم دشنا الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي محمد الحامد ومعه رئيس السكرتارية الفرنية للأمن الغذائي دكتور الخضر بلم عطروش بمركز أبحاث الكود أول تقربة في زراعة البيت المحمية الخاصة بمحصول الطماطم وشهد الحامد بالدور الكبير بمركز أبحاث وما يقوم به من بحوث علمية رائدة في مجال الأبحاث الزراعية وتقديم أكبر نفع للمزارعين في دلتا أبيان بصورة خاصة هو جميع المزارعين في مختلف مناطق محافظة أبيان وقال مدير عام مركز أبحاث الكود الدكتور محمد سالم الخاشعة أن تاريخ زراعة بذر الطماطم كانت بالبذر المباشر وليس بالشتلات وأكد الخاشعة أن المحصول ثماره لها طعم ونكهة بسبب عدم استخدام المبيدات وقلة كلفة الري ويمكن توفر إنتاج خالي من سموم المبيدات الضارة دشنا المركز الوطني للتدريب والتأهيل بوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة لمواقفة عدد فعاليات الدورة التدريبية الستين متدرب ومتدربة من الكوادر الطبية والصحية والمتطوعين في مجال التعامل مع مرضى فيروس كورونا براعات وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم وبدعم وكالة التعاون والتنسيخ التركية تيكا وإشراف المركز الوطني للتدريب والتأهيل بوزارة الصحة العامة والسكان بدأت اليوم بعدم فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بالتعامل مع مرضى فيروس كورونا وفي بداية الدورة التي يشارك فيها نحو 60 متدربة ومتدربة من أطباء وممرضين ومتطوعين ألقيت عدد من الكلمات عن مركز التدريب والتأهيل أكدت الدكتور ريام البدري مدير عام المركز الوطني للتدريب والتأهيل أكدت أن الدورة ستعرض عددا من المفاهيم وأكد الإقراءات الوقائية التي ستمكن العامل الصحي من التعامل مع مرضى الفيروس مركز التدريب اليوم يقوم بتدشين دورة تدريبية لمحاربة فيروس كورونا تستهدف 60 كادر طبي منهم أطباء ومنهم ممرضين ومنهم متطوعين لمقابهة هذا الفيروس في عدن الوكالة التركية من ناحيتها أكدت أنها ستعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان وأنها ستعمل على نقل خبراتها في التعامل مع هذا الفيروس في حال تم الإعلان عنه في بلدنا نحن نحاول تنقل التجربة التركية إلى اليمن لمكافحة هذا الفيروس وسنعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة لنقل خبراتنا لليمن في حال وجود هذه الجائحة قبل ظهور المرض في تركيا عملنا على توعية الأطباء في كيفية التعرف على المرض والتدخل في حل الإشكالية المشاركون في هذه الدورة أكدوا الحاجة الماسة إلى تدريب كل الكوادر الطبي والصحي في المحافظة للتعامل مع هذا الفيروس ومعرفة كيفية اكتشافه طبعا خلال هذه الفترة نحن بحاجة الماسة إلى تدريب كل الكوادر الطبية والصحية إضافة إلى المطوعين طبعا كما نجدها فرصة لكي نناشد جميع المواطنين الالتزام بتوقيهات مكتب الصحة والسكان وهي البقاء في المنازل والخروج إلى الضرورة القصوى نظرا لخطورة وانتشار هذا الفيروس بسرعة وبقوة وزارة الصحة العامة والسكان التي أطلقت اليوم هذه الدورة تعتزم تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية في نفس المجال للكادر الطبي والصحي في باقي محافظات الجمهورية إذن هي سلسلة إقراءات تقوم بها حكومة بلادنا لموقع هذا الفيروس القاتل الذي أكتاحها دول العالم من ضمن تلك الإقراءات إعداد الكادر الطبي والصحي الذي سيعمل على التعامل مع هذا المرض القاتل لذيب محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن دشنا اتلاف الخير للإغاثة في مديريتي تريم والقطن بوادي حضر موت مشروع المساعدات الغذائية مقابل تنمية الأصول بتمويل برنامج الأغذية العالمي ويهدف المشروع إلى توفير حلول مستدامة لمعالجة مشكلة الجوع للأسر الضعيفة وغير الآمنة غذائية إلى جانب إنشاء أو إعادة تأهيل الأصول ويستفيد من المشروع في المديريتين 1200 شخص و40% منهم من النساء شركة النفط اليمنية بعدا حريصة كل حرص على توفير المشتقات النفطية للمواطنين بأغل الأسعار والعمل على استقرار السوق المحلية وكدت المديرة العامة لشركة انتصار العراشة على بيع دبة البنزين سعة 20 لتر بمبلغ 3300 ريال تفاصيل أوفاء مع الزميلة انتصار عبدالجليل في طالة الاهتمام والمتابعة التي توليها شركة النفط اليمنية بعدا من أجل استمرار تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية لضمان الاستقرار وحصول المواطنين على حاجتهم منها بكل سور فقد قمت شركة النفط اليمنية بعدا بتخفض جديد في أسعار الوقود في العاصمة الموقعة عدن وهو أدنى مستوى له منذ سنوات والأول من نوعه منذ 2015 في عدن وقد يصل إلى 3300 ريال قادة عدن فضائية نزلت إلى شركة النفط اليمنية بعدا والتقت بالاستاذة انصار العراشة المدير العام الشركة التي أكدت لنا عن تخفيض أسعار المشتقات طبعا شركة النفط اليمنية خلال الفترة الحالية منذ فبراير بداية فبراير إلى يومنا هذا هناك تتابع في نزول العالمي لأسعار المشتقات النفطية وهذا طبعا نتيجة لأوضاع كثيرة عانت منها الدول المصدرة للنفط منها طبعا الوباء الذي منتشر في العالم أدى إلى إغلاق المنافذ البحرية التي تقوم بحركة تمرير حركة السفون وغيرها فبالتالي بالأخير أدى ذلك التراكم للمشتقات النفطية إلى نزول وهبوط قوي لأسعار المشتقات النفطية على مستوى العالم كام نحن اليوم لدينا العديد من الإجراءات الإدارية الفنية التي تقوم بها شركة النفط على مستوى المحطات الحكومية والخاصة في متابعة تنفيذ السعر المشتقات المفروض من الشركة هناك لقان مستمرة بالنزول للمعاينة المبيعات مخزون المحطات وكان لنا أمس لقاء بقطع وكلاء محطات الخاصة في عدن والأحق وأبيان والضالع التي تشرف عليها شركة النفط والتباحت حول مسألة التموين ومسألة استقرار السوق ومسألة التوحيد السعر وعدم التضارف في الأسعار في ظل وجود شركات تجارية أخرى اليوم معنا سعر وسعر قد يتقارب مع الأسعار السابقة قد تصل صفيحة العشرين اللتر إلى ثلاثة ألف وثلاثمائة ريال وطبعا هذا السعر يحلم به الكثير والكثير كان يطرحه على مستوى الإعلامي ولكن نحن اليوم إن شاء الله المواطن يكون في ارتياح من هذه الأسعار التي ستصل إليه وخلال الزيارة التفاقدية إلى محطة تزويد الوقود لتعرف عن قرب عن سعر المشتقات النفطية وأكدوا لنا العاملين في المحطات عن سعر المشتقات رتيجة الخفاض أسعار عالميا واليهود الجبارة التي تمثلها شركة النفط الليمينية بقيادة الأستاذة انتصار العراجة ومواكبات للدخل العام للمواطن ونتمنى المزيد بإذن الله من الخفاض المواطن البترولية وقد أبدأ المواطنون عن ارتياحهم الشديد بهذا السعر الجديد والذي قامت به شركة النفط الليمينية بأعدن بخصوص تسعيره على شركات النفط تسعيره طيبة ولاقة ارتياح لدى المواطنين في محافظة أعدن وجميع المناطق المحررة دخل المواطن اليمني بسيط جدا تمام يناسب يناسب المشتقات النفطية لما هبطت أو لما تخفضت يحب دا يحب دا يحب دا لو تستمر هذه الأسعار يعني للأبد للأبد مكشرة النفط هذه الأسعار اللي عملته حاليا ومقبول لشعب لدى الشعب ونشكروا في هذه الحاجات كلها وربنا يوفقهم ونبغى كمان زيادة تزلزلوا قليل إلى أن يكون ثلاثة ألف بعدين تمام الأستاذ صارع الراشة تقوم جاهدة في المتابعة المستمرة لملاك المحطات الخاصة والعامة لتأكد من التسعير الجديدة التي حددتها الشركة بعدا وأكدت لن تسمح لأي جهة أو محطة تتلاعب بأسعار المشتاقات النفطية التي قامت بها الشركة اليمنية بعدا وسوف تتخذ الشركة إجراءات صارمة ضد التجار الغير الملتزمين بالتسعير المخفضة من صاحب جليل قناة عدن فضائية نلعاس من موقع عدن تغليص ساعة الدوام وأعداد الموظفين في الغضاعين العام والخاص والحد من الإزدحام في المرافق والمؤسسات والمشآت والبنوك كان ضمن أبرز أولويات قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة كاحتراز وقائي لمواجهة فيروس كورونا مع الالتزام باستخدام الاحتياطات الوقائية والصوابين والمطهرات والكمامات في سياق التالي تفاصيل أكثر مع الزميل حسن النجدي في إطار الاحترازات الاحتياطية لمواجهة فيروس كورونا الذي اجتاح دول وبلدان وشعوب العالم وفتك بالآلاف من البشر وأصاب الكثير منهم حتى هذه اللحظة هنا في محافظة شبوة عمدت قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة بن عديو إلى إزار قرارات وتوجيهات شملت القطاعين العام والخاص تضمنت تلك التوجيهات تقليص ساعات العمل في جميع مرافق وقطاعات ومؤسسات الدولة في المحافظة بما فيها القطاع الخاص والمنشآت والبنوك التجارية والمصارف والنقابات كما تضمنت التوجيهات تقليص أعداد الموظفين والحد من الاستحام في تلك المؤسسات كما تضمنت التوجيهات أيضا الالتزام باستخدام الكمامات والمطهرات وتقنب الاستحام كموقف احترازي تجاه فيروس كورونا وفي إطار جهود الحكومة لمواجهة فيروس كورونا والإقراءات التي عملتها لجنة الطوارئ في مجلس الوزراء وفي المحافظة قمنا أولا بتخفيض ساعات الدوام الخطوة الثانية خفضنا عدد الموظفين المدوامين واكتفينا بالموظفين الأساسيين الذين يديرون الأعمال الأساسية والضرورية ومنحنا إجازات لبقية الموظفين خصوصا للموظفين الذين يسكنون خارج مديرية عتق حاولنا بجهود المكتب أن نوفر بعض المستلزمات الوقائية للموظفين من كمامات وقفازات محافظي المحافظة ووكلاء المحافظة أيضا لا يزالون يشرفون بشكل دائم من خلال انعقاد الاجتماعات المستمرة لمواجهة أي مستجدات أو توارئ بخصوص فيروس كورونا كما عملت قيادة السلطة المحلية بالاجتماع مع مدرعم المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية في المحافظة ذاتها بشأن تطبيق والتزام كل المؤسسات بالتوجيهات التي أصدرها محافظي المحافظة والالتزام بها والله خذنا كل احتياطات اللازمة الاحترازية لمواجهة الفيروز مثل استخدام الكفوف والكمامات والمطهرات والمعقمات وأيضا تقليص ساعة الدوام كما تكلموا معنا فيها النقابة ومن ناحية الاجتماع يعني يكون بين الشخص والشخص الآخر متر في الحقيقة بحسب توجيهات محافظة محافظة شبوة والخطر الذي يهدد العالم فيروس كورونا قمنا بالاجتماع في نقابة الصرافين وقمنا بتقليص ساعات العمل والله نحن المحافظة عندما أصدرت أامر بتخفيض أوقات الدوام تفاعلنا في نقابة الصرافين وحددنا هناك ساعات دوام للعمل من الفترة الصباحية كانت خلال يومين الماضية من 9 إلى 12 والحقيقة كان واقب علينا أن نتفاعل مع هذا الأمر الذي هو في مسلحة المواطن الالتزام بالتوجيهات التي أذرتها غيادة السلطة المحلية بمحافظة شبوة عملت على الحد والتخفيف من الازدحام في مختلف المؤسسات العامة والخاصة بالمحافظة وكموقف احترازي ونظامي لمواجهة وباء فيروس كورونا لقناة عدن الفضائية حسن محمد النجدي محافظة شبوة نشرتنا الأخباري أنتهت ولم يبقى إلا التذكير بأبرز العنوين المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن تعقد أولى جلسات محاكمة قادة الانقلاب على الشرعية الدستورية الجيش الوطني يحقق انتصارات كبيرة بجبهة سرواح بمحافظة مأرب ويكبد الميليشيا الانقلابية خسائر كبيرة طيران التحالف يستهدف آليات وأطقم عسكرية للحثيين بمحافظة صعدة والجوز ترجمة نانسي قنقر مجهد الكرام وصلنا نحن وإياكم إلى ختاب نشرتنا الأخبارية لهذه الليلة نلتقي نحن وإياكم في نشرات أخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة